قديما قالوا عندما تعلم المرأة أنها تستحق الأفضل فإنها تختار دائما الذهب ولكن مع التطور الحديث في عالم صناعة المجوهرات أصبح هناك الكثير من المنافسي لمعدن الذهب مثل الألماث والأحجار الكريمة المجوهرات هي مجموعة المواد التي يتم وضعها معا لتشكيل نوع من الزينة الشخصية للنساء وحرفة صناعة المجوهرات من أكثر الحرف اليدوية انتشارا حول العالم كما أنها تحتاج لذوق إبداعي وخبرة ملموسة في اختيار المكونات كما يمكن أن تشتمل هذه المكونات على العديد من العناصر الطبيعية التي لا يخطر على البال استخدامها للزينة مثل الخشب والأصداف والحصى بالإضافة إلى إمكانية صناعة العديد من المجوهرات الثمينة من الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة مثل الذهب والفضة واللؤلؤي والمرجان وخضعت هذه المكونات للعديد من أنواع المعالجة الفيزيائية والكيميائية لتحويلها من الشكل الخام إلى الأشكال الإبداعية للمجوهرات تفاصيل أكثر بنتعرف عليها مع ضيفتنا لليوم وصممة المجوهرات الوازنة فلاح وحياة الله الله حييتش حبيبتي شكراً على تواجدت شويانا اليوم شكراً لكم على الدعوة وقبل نتكلم عن المجوهرات نبدأ نتكلم عن هذا الاسم مميز شو معنى اسمك؟ ما شاء الله أنت بعد اسمك مميز لبين والله تشوفي الوازنة هو اسم عربي أصيل وقديم جداً هو من الوزن والرزانة أو ممكن نصف فيها المرأة الحكيمة يعني أو الرزينة الموزونة وأنا يوم كنت صغيرة صراحة ما كنت أحب الاسم لأنه كان بالنسبة لي غريب نفس الشيء وبالضبط تعافين يوم صغيرة ما تعافين معنى الاسم فتحسين نفسك غريبة بين الأطفال يعني وأصدقائك وكذا لكن سبحان الله يوم كبرت عرفت المعنى ما للاسم حبيته أكثر وعرفت أن التمييز بالعكس هو شيء حلو يعني نعم عاشت الأسامي عاشت أيامك والتمييز أيضاً ينعكس على تصاميمك بس أعرف شو قصة المسمار؟ شو سر؟ والله تشوفي أنا عندي شغف وعندي حب لابتكار أفكار يديدة دايماً يعني سواء في مجال الأزياء أو خلي نقول مجال ريادة الأعمال بشكل عام وكأي أنثى عندي شغف كبير طبعاً وحب للمجوهرات من يوم صغيرة ويعني طبعاً لبسنا وقتنينا من أهم الماركات العالمية فصار عندنا يعني تمييز نقدر نمييز من القطعة الحلوة القطعة اللي متعوب عليها والقطعة العادية الفكرة يدتني تقريباً قبل أكثر من سبع سنوات لكن وقتها يوم بيت كانت صادف موقف كنت في البيت واقتنيت بعض اللوحات الفنية وكنت حابة أني أعلقها على اليدار في البيت في الصالة فما كان في حد وقتها عشان يساعدني فطلبت من المساعدة في البيت نتيب لي المسامير عشان أنا أسوي هالشي بنفسي وفعلاً يوم يا بتلي سبحان الله طالعت المسمار فحسيت أن يتني الفكرة على طول أن أصمم ليش ما يكون هالمسمار عبارة عن أسوارة بيطلع تشي تشي بعدين قلت لا الناس شو بتقول عني تعرفين احنا دوم نفكر في الناس وردت فعل الناس قلت لا ما بيتقبلون هالفكرة وكذا فسبحان الله بعد يمكن شي شهر شهرين تقريباً فيه براند عالمي يعني نزل فكرة المسمار طبعاً الديزاين بشكل ثاني لكن الفكرة مالة المسمار نفسها فعلاً كانت مفاجأة بالنسبة لي وحسيت أن أفكاري عالمية لازم أني أشاركها مع الناس لكن وقتها ما كان الوقت مناسب وبعد كم من سنة تريني لين ما إن شاء الله يا الوقت وصممنا الأسوارة إن شاء الله وأيضاً نشوف أن تفضلين تجربة القطاع الشخصية قبل طرحها في الأسواق لماذا؟ أكيد طبعاً لازم أجربها تشوفي لأن أي قطعة تبدأ من فكرة وبعدين تخطيط أو رسم على الورق وبعدين هي مراحل يعني مراحل طويلة ودقيقة عشان تطلعين بقطعة مميزة الفكرة بالنهاية أني يوم أنجز وأصمم وأصنع هاي القطعة لازم أنا أجربها أول شيء أتأكد من جودة القطعة أتأكد من يوم ألبس مثلاً الأسوارة لازم أتأكد أنها مريحة في اللبس يعني أقدر ألبسها حتى وأنا راقدة يعني ما تزعجني فمثلاً هالأسوارة تقريباً خذت منها يمكن أكثر من أربع شهور فقط عشان نطلع بهذا الشكل النهائي أربع شهور أربع شهور بالتصميم والتنفيذ وطبعاً نفذناها كذا مرة خبريني أكثر عن تفاصيل هذه العملية من بداية التصميم والفكرة إلى الإنجاز ومن ثم تطرحها في الأسواق طبعاً أكيد مثل ما قلت لت شيء تبدأ بفكرة وبعدين يتم تخطيطها أو رسمها على الورق ومن ثم على نرسمها على الكمبيوتر بتقنية الرينو على 3D وبعد ذلك نصممها في المصنع ننجزها أو نصنعها ويوم نصنع القطعة نلبسها فتطلع أخطاء طبعاً وأشياء لازم نجرب مرة ثانية وثالثة ورابعة إلي ما نتأكد أن القطعة مثلاً مثلاً بتشوفين مفتوحة من هنا لازم نتأكد أنها ما تنكسر ومتشيدينها ما تنكسر أو كذا لازم نتأكد من الدقة والتفاصيل وأيضاً نشوف أنه في بصمة للوازنة فلاح في تصاميمها كيف ممكن تصيفين تصاميمتك تصاميمي أنا دايماً أحاول أوصل رسالة من خلال تصاميمي البساطة والأناقة وقوة المرأة وتصاميمي أنا دايماً أحاول أسويها للمرأة القوية المرأة المثابرة المرأة الطموحة لأن فيها المسمار والمسمار يعبر عن الصلابة والقوة فأحاول دايماً أنه أسوي تصميم بحيث أنه يكون عملي ما يكون مزعج أو مبالغ فيه ويناصب جميع الأذواق والصغير والكبير طبعاً دايماً المصمم يسعى للوصول لأكبر شريحة ولكن مثلاً ما نعرف أن التصميم هو نوع من أنواع الفن والفن يخاطب الأرواح فأي من الأرواح تخاطبين؟ القوة الأرواح القوية اللي ما تستسلم المرأة القوية اللي ما تستسلم المرأة الطموحة أو حتى إحنا عندنا تصاميم يونيسيكس أو تنفع للذكور والإناث فهذه الأرواح اللي أنا أخاطبها وأوحاب لوصلها من خلال تصاميمي نعم ونشوف أيضاً في هذه التصاميم هناك دقة مثل ما قلت الجودة ولكن كيف ممكن نعبر عن هذه الرحلة من بداية التصاميم الوازنة إلى الحين شو اللي تغير؟ والله الواحد يتعلم المجال هذا فيه دقة كبيرة جداً يعني قطعة المجوهرات فيها دقة فأنتي تتعلمين كيف تكونين دقيقة أكثر وأكثر لأن الدقة هذه هي اللي تصنع الفرق اليوم ما شاء الله السوق مليان والتصاميم مختلفة وفيه تحدي كبير وتنافس كبير خلي نقول التصاميم مش المصممين لدرجة أننا قمنا نشوف التصاميم تتشابه وايد يعني حتى أكبر البراندات اليوم نشوف تصاميمها تشبه بعض يعني ما تعرفين هاي أي ماركة وهاي أي ماركة فاليوم التحدي كبير يعني أنه كيف الشخص أو كيف المصمم يقدر يصنع لنفسه هوية لأن الهوية هذه هي الأهم هي لتصنع الفرق بين التصاميم نعم والحين أيضاً بما أننا نتكلم عن التصاميم المتنوعة والتشابه بينها نبدأ نتكلم أكثر عن الترند أو صيحة المجوهرات لهذا العام والعام المقبل ونبدأ بهذه الصور وانت طبعاً بتعطينا كل خبراتك شو بالنسبة لهذه التصاميم أو القطع المجوهرات ونشوف الصورة الأولى هي للمجوهرات الملونة واللي فيها باترنز مختلفة فيها أعتقد جراءة كبيرة طبعاً هذه الشخصية اللي تلبس هاي القطعة على طول بتكتشفين أنها هاي شخصية جريئة يعني مش أي واحد يقدر يلبس مثل هالنوع من القطع طبعاً الأذواق تختلف يعني بالنهاية السوق لازم يكون فيه بضائع مختلفة يعني وجريئة للجريئين صح ممكن أن مثلاً ندمج يعني القطعة تكون جداً جريئة ولكن لبس يكون جداً بسيط فيطلع بصورة أنيقة أو إذا مثلاً حطينا قطعة مجوهرات شوي جريئة ولكن لبس أيضاً كان جريئة أو فيه ألوان صريحة ممكن يطلع بشكل مختلف صح فأي منها اللي تفضلين لهذا العام أنا شخصياً يعني ذوقي شوي مختلف أنا أميل للبساطة أكثر وأحب الأشياء العملية لأني إنسان عملية أشتغل طول اليوم فما أحب القطعة الكبيرة اللي تعيق يعني حركتي أو جلوسي أو كلامي فأنا أميل للبساطة أكثر شيء وأحاول دايماً أني أكون عملية ما ألبس أشياء ملفتة للانتباه وايد نشوف الصورة الثانية لقطعة مجدداً شوي جريئة السلاسل المتعددة وخصوصاً استخدام اللؤلؤ فيها طبعاً اللؤلؤ هو من الأحجار الرائعة يعني اللي على مرة الأزمان هي ما لها عصر معين أو ترند معين هي دائماً سبحان الله اللولو تحسين اللولو ملكي يعني يرمز إلى الملكية والرقي والأناقة العالية جداً فوين ما يكون هو حلو أي تصميم فيه لولو طبعاً جميل ومثل ما تفضلتي اللؤونة الأخيرة كثرة السلاسل الكثيرة يعني حلوة طبعاً لكن أهم شيء التنسيق مثل ما قلتي بالضبط إن تعرفين ويا شو تلبسينها بالضبط نشوف آخر صورة إذي مثلاً تكون يعني جهة مختلفة عن الثانية وفي حلق في أذن والثانية أصلاً ما في حلق شو رأيتش بهذه الصيحة حلوة حلوة بالعكس جميلة جداً وتناسب بعض الشخصيات يعني فيه شخصية سبحان الله تشوفينها دائماً تحسينها لافسه شيء غريب هي أصلاً تكون أفكارها دائماً غريبة وفيها نوع من الجراءة مثل ما قتلتش والقوة يعني فبالعكس حلوة نعم ويكون فيها شوي من الجنون من الجنون نقول الجنون هو أساس ومولد الإبتكار أو الإبداع والتميز بالنسبة لكل هذه القطع أنت شو اللي تفضلين أكثر أو الأقرب إلى قلبك شو الأساور العقد أم الحلق أنا صراحةً أحب الأساور أكثر شيء فدوم تلقيني حتى لو أستغني عن الخاتم أو الحلق لكن الأسوار لازم قبل ما أطلع من البيت لازم يعني من البسعباتي لازم الأسوار على إيدي نعم ونشوف أيضاً أنه فيه تحديات كثيرة بالنسبة للمصمم نحية الأفكار دائماً تجدد يعني التمثيل أو عكس هويته بطريقة جداً فيها مصداقية شو أكبر التحديات اللي واجهتيها؟ مثل ما قلتش التحدي التنافس يعني في التصاميم واختلاف التصاميم وتشابه التصاميم لكن المصمم لازم دائماً يكون مبدع ويحاول يجتهد قد ما يقدر ليش؟ لأنه لازم يحط في باله أن الزبون أو العميل ذكي جداً يعني فيقدر يميز بين القطعة اللي متعوب عليها مثل ما نقول بالعامية والقطعة اللي تجارية خلا نقول يعني فالواحد يعني نصيحتي للمصممين أو لأي شخص يعني في مجال الأزياء وريادة الأعمال أنه يبدع ويخلي الباقي على الجمهور بالفعل الوازن بنعرف أكثر عن المجموعة اللي موجودة اليوم في الأستوديو خبرين أكثر شوف في اختلاف أنواع المعادة اللي تستخدمينها ودمج في الألوان نعم اليوم إحنا اخترنا طبعاً القطع من مجموعة سترينت أوف سبيرت اللي هي قوة الروح اللي هي أول مجموعة صلمتها القوة بالفعل طبعاً تختلف بين قطع سيجيلة نوعاً ما يعني حق الحفلات أو حق الأعراس وكذا وفي قطع بسيطة ممكن الواحد أن يلبسها بشكل يومي إذا ممكن نتحدث عن القطعة الأولى شدتني أو لفتة انتباهي اللي هي قطعة زايد قطعة زايد خبرين عنها هاي مجموعة حب زايد طبعاً هذه صممناها تزامناً مع عام زايد وطبعاً تحمل يعني هالكم من الحب اللي كل إماراتي وكل شخص في العالم يحمله للشيخ زايد الله يرحمه فكانت طبعاً كل تصميم أو كل زاوية في هذا التصميم لها معنى فاسم زايد طبعاً الاسم روحه يعني له معنى قبل ما يكون اسم للمغفور لها بذن الله الشيخ زايد الله يرحمه وأيضاً إذا شفت هذا القوس هذا رمز لأرض الإمارات اللي هو يعتلي عليها وأيضاً النجوم هذه اللي كل نجمة بلون من ألوان العلم ويتراحة حبيت أن أنت كل تفصيل في هذه القطعة لها معنى أكيد أكيد فعلاً هذا التصميم أنا من أحب وأقرب التصاميم إلى قلبي ولقت نجاح كبير الحمد لله وصممنا أسماء ثانية طبعاً بطلب من الزباين من بينها اسم الشيخ خليفة واسم فزاع طبعاً كان عمل ضجة كبيرة والحمد لله بالأجمل التصاميم هاي وأهمها وطبعاً أنت أبداعت لم يتوقف عند هذه المجموعة شفنا قطع أخرى من مجموعات ثانية ومختلفة جداً يعني ما نشوف هذه التشابة نتكلم عن القطعة ثانية نعم يعني لفت انتباهي القطعة اللي موجودة على اليسار تحسينها قريبة لقطع المجوهرات الإماراتية الأصيلة نعم ولكن بلمسة عصرية عصرية بالضبط هذا هو المطلوب كان إذا تلاحظين المربع هذا المربع موجود يعني في التراث ومتواجد يعني حتى في المجوهرات مثل مقتل عربية وأيضاً البصمة مالة المسمان دائماً موجودة اللي هي علامة الزائد ترمز إلى الإيجابية وإلى القوة بالضبط فالتصميم هذا فعلاً يناسب كل الأذواق تصميم طبعاً ممكن أن يكون مرصع بالألماس كامل وممكن يكون بدون ألماس طبعاً إحنا ممكن نصمم أيضاً وممكن نغير في التصميم حسب طلب الزبون وأشوف أيضاً أنت اخترت هذه القطعة اليوم أنا أحبها ويد لأن تعافين على العباء تطلع حلوة على فستان حلوة وبعدين ممكن تلبسينها بهذه الطريقة وممكن أيضاً ترفعينها فوق نعم فشكلها حلو يعني ممكن تكون قطعة مناسبة جداً للمناسبات والاحتفالات وأيضاً شكلها أنيق وكاجول على العباء بالضبط القطعة نشوف الأساور أيضاً الأساور نعم نعم خبرين أكثر عن هذه الأساور وطبعاً في لمسة المسمار دائماً موجودة نعم طبعاً الأساور هاي هو أول تصميم قدمناه ونزلناه في السوق الأساور هاي طبعاً يونيسيكس فيه منها رجالي اللي بدون حتى بدون ألماس وسوينا منها أيضاً فضة للرجال لأن فيه رجال كثير طلبوا الأسوار هاي وحبوها وقالوا مثلاً إحنا ما نلبس ذهب فنبقى فضة فسوينا لهم خصيصاً من الفضة فهاي يونيسيكس مثل ما قتلتش لكل الأعمار وكل الأذواق نعم ذكور وإناث ذكور وإناث نعم نعم ونشوف آخر قطعة أو قطعتين اللي هي في المنتصف نعم هذه من نفس المجموعة نعم نفس المجموعة ولكن تختلف الأحجام وتختلف أيضاً التصاميم في اختلاف لأن تعرفين الناس في ناس تحب تلبس مثلاً جوهرات بالطول في ناس بالعرض في ناس تحب شيء صغير وعليها ألماس فإحنا حاولنا أن نقدم تصاميم مختلفة عشان نرضي كل الأذواق الوازنة دائماً نشوف أنه فيه شيء يستفز الفناني خليه يبدع شو اللي استفزت في هذه المجموعة اللي خلات أنك تنتقل اللي استفزني يوم الماركة هاي العالمية نزلوا التصميم هذه في البداية فهاي في البداية حسيت أنه أنا لازم أسوي أطبق هذا التصميم لأنه حرام أنا فكرتي حس أنه هاي فكرتي نعم ولكن كل مجموعة شو اللي يلهم الوازنة اللي يلهمني صراحةً يوم حد يقولي ما تقدرين أو صعب أو ما رح ينجح هالشي فأنا أخذ أستنبس قوتي من هالشي نعم يعني أحب التحدي شي جداً ملهم أنك تستمدين هذه القوة والطاقة الإيجابية من انتقاد ممكن يكون سلبي نعم صحيح نعم صحيح ممكن نشوف في مستقبل الوازنة فلاح فيها والله نحن شغالين على مجموعة إن شاء الله يديدة لكن بسبب ظروف الكوفيت شوي تأخرت لكن إن شاء الله في صدد التنفيذ إن شاء الله وقريباً جداً رح تنطرح للأسواق إن شاء الله نعم كيف نحافظ عليها؟ طبعاً المجوهرات هي شي رائع لازم كل وحدة تحافظ على مجوهرات تقتني قطعة لازم تقتنيها بحب وباهتمام لازم دائماً نضع المجوهرات في علب تكون عندنا علب لكل قطعة علبة أو مثلاً ممكن أكياس بلاستيكية شفتي الأكياس هناللي حط فيها المجوهرات فهذه تحافظ على المجوهرات من الخدش يعني وبين فترة وفترة أيضاً لازم دائماً تنظيف والتلميع ما يمنع بين فترة وفترة نوديها المحل أو مصنع من مصانع المجوهرات عشان يلمعونها لأن المجوهرات طبعاً مثل الطفل كل ما هتم يتي فيه كل ما تم صحي وجميل يعني نشوف أيضاً في عالم تصميم المجوهرات في عالم التصميم بشكل عام الفن حتى الغناء في عنا عالم مختلف جداً عالم التسويق على السوشيال ميديا هل هذا الشيء ساعد الوازنة أم يعني ما كان فيه أي نوع من الفائدة جداً لا جداً أكيد السوشيال ميديا يعني من المنابر المهمة جداً في حياة أي مصمم أو أي شخص عنده أي بزنس أي نوع من البزنس فهي يعني تسهل عليك الوصول للزبون بطريقة سريعة وأيضاً بالمقابل تساعد في أنك تتلقين الآراء تتلقين الملاحظات من قبل الزباين أو الجمهور والطورين يعني فيها وحتى الانتقادات التي تستقبلينها أيضاً تساعد لأنه بالنهاية إذا أنت تبين تطلعين فكرة حلوة ودقيقة ومميزة لازم تسمعين للجمهور وبالعكس السوشيال ميديا ساعد وايد وشل الحواجز كلها نعم يعني في قرب أكثر للجمهور ومثل ما قلتي أنت تسمعين لانتقاداتهم أيضاً للتعليقات كانت الإيجابية منها كيف تطوري من نفسك وبالنسبة للتعليقات التي قرأتها شفتي دائماً أنه في ميول للنساء لشيء معين فشو تنصحينهم؟ والله شو تختلف بس الناس حالياً يحبون البساطة يحبون الأشياء البسيطة لأن مثلاً يبون أشياء يقدرون نقدمونها هدايا تعافين إحنا مجتمع نحب الهدايا ونهدي كثير للناس يمكن ما نشتري حق عمارنا بس نشتري حق الغير صح؟ فبالعكس القطع البسيطة يعني مثلاً القطع الثقيلة شوية لها يعني ناس معينين مشكلة حد يعني لكن القطع البسيطة لها جمهور كبير يعني وممكن أن تنبعها بسهولة فعن طريق السوشيال ميديا طبعاً أكيد يساعد كثير يعني في التسويق وأنها توصل للناس بسهولة ونحن تشرفنا بوجود شويانة الوازنة هذا الاسم المميز والحضور المميز شكراً والتصاميم المميزة شكراً شكراً جزيلاً شكراً على استقبالكم مرفقين إن شاء الله